السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي هجمة مرتدة موعدكم مع موعد مباراة النادي الأهلي والتشكيل المتوقع والقائمة المستدعاء من قبل بيتسو موسيماني لبداية الحلم الإفريقي وقبل ما نبدأ أخبارنا حابب أن أول حضرتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل كل جديد موعد المباراة المباراة غدا الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب بطل النيجر القنوات المزاعة للمباراة قناة النادي الأهلي قائمة النادي الأهلي المستدعاء من قبل بيتسو موسيماني اختار في حرص المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمز علاء في خط الدفاع اختار أيمن أشرف وبدر بنون ويسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول خط الوسط عمر السلية أليو ديانج وكوكة وليد سليمان محمد محمود وكهربة وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم صلاح محسن ومحمد شريف تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة للمباراة في حرص المرمى علي لطفي طلبي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف على الجنب اليمين أكرم توفيق وعلى الجنب الشمال علي معلول في خط الوسط بيتسو موسيماني سيلجأ للاعتماد على سلاسي خط الوسط أليو ديانج وعمر السلية وحمد فتحي لتغطيط غياب أفشة وفي الهجوم يتكون السلاسي محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربة دي التشكيلة الأقرب للنادي الأهلي غدا كل التوفيق للنادي الأهلي والفوز وإسعاد جمهير النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر